من علامات التسنين عند الأطفال احمرار اللثة وتورمها سيلان لعاب الأطفال يقوم الطفل بالعض على الأشياء ويبدو الطفل حزين ومتألم ولتخفيف عن الطفل عليك أن تجرب أكثر من شيء حتى يشعر الطفل بالراحة أولا حلقات التسنين التي يعود عليها الطفل لتخفف من الألم ويشتت انتباعه يجب وضعها في الثلاجة قبل الاستخدام ولا يتم وضعها أبدا في الفريزر اعطاء الطفل ما يمكن لعضه كالفواكه والخضار النية كالتفاح والجزر أو يمكن وضع هذه الفواكه في المصاصة الخاصة بها يعتقد بعض الناس أن التسنين يصاحبه إسهال أو حرارة ولكن لا تعطى الطفل المسكنات إلا إذا ارتفع درجة حرارته فوق 38 درجة سليديوس أو يجب عليك سؤال الطبيب ابتعد عن استخدام جل التسنين خوفا من أن يقوم الطفل ببلعه أهدئ طفلك عن طريق اللعب معه تجنب حدوث طفح على وجه الطفل نتيجة نزول اللعاب قم بمسحة اللعاب اهتم بنظافة أسنان طفلك قم بمسحة اللعاب قم بمسحة اللعاب